موسيقى موسيقى معك موسيقى 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 مرحبا موسيقى طاق المحاسم. ما عندي يوم تخصى. أنت قاعدين عندي بكل شروك و ستة شروك و سبعة شروك و سبعة شروك لقد أردت نحي memohonifah ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من خلال هذه الورشة مستهدفين بها فرع البطنان وفرع درنة وفرع القبة وفرع جبل أخضر وفرع المرج تتوالى هذه الورش من خلال اللجنة المصاحبة لعمال هذه الورشة سوف تطرح جميع التقنيات المتابعة من دار الصندوق ومن خلال دليل عمل واضح عدد من إدارة المالية سيكون هناك عصف ذهني وعمل ميداني لكافة قيود العاملة في أقسام المالية بفرع كذلك سيكون منظومة الحزابات المزانية سيكون منظومة مراقبة المخصون تعني هذه المنظومة بمتابعة جميع التفاصيل الموجودة في مخازن الصندوق تعطي قراءات واضحة لدارة المعنية وأقسام المعنية بالفرع سواء المراجعة الداخلية والمالية لصرف الأدوات القرطسية والأثات والموادات الحاسب الآلي تعطي على الأقل معرفة المخزون والقيمة الشرعية التي يحتاجها فرع الصندوق ومن خلال الاجتماعي من الأززب ثرونات وقرطسية كذلك منظومة المتابعة المسروعات هذه المنظومة التي تتابع دقة التفاصيل من خلال المسروعات العامة في فرع الصندوق هذه المجموعات المجتمع تعطي الإمكانية من خلال الظروف التي صاحبت ليبيا في كافة المدن والقرى من خلال الأحداث التي صارت للأسف صار هناك حرق مباني تلق مستندات هذه الأنظمة الحمد لله تمكن رؤى الصندوق من احتفاظ بالبيانات في أماكن آمنة يرجع عليها في حالة طلبة الإدارة المعنية وإقسامة المعنية الميكلة بصندوق الضمان الاجتماعي متابعة من سيدة إدارة المدين العام بتوطير الأنظمة الإلكترونية وكذلك تطبي الفروع الصندوق الدقة في استقراج بياناته وهذا ما نسعى إليه اليوم وهناك بعض الورش التي تم عدادها في السابق وإن شاء الله ليس هذه آخر الورش وهناك ورش وحلقات نقاش من خلال المختصين في فروع الصندوق للاستبادة من خبراتهم اليوم سيكون هناك عصف دهن من كافة الخبراء المجونيين في فروع الصندوق وإدارة العامة لإبداعي ملاحظات أو تعليمات اللي نرى أنها تكون موجودة في منظومات العاملة في صندوق الرماء الشمعي ودائما المعرفة ليس مقتصرة إدارة العامة بالعكس هناك خبرات في فروع الصندوق نستفيد من توجيهاتهم نستفيد من ملاحظاتهم نتمنى التوفيق لكافة المستعددفين من هذه الورش وكل عام أنتم بخير بسم الله السلام والسلام على رسول الله أيام من سير اليحوتي عضو بلجنة تفعيل المنظومات المنية المتمثلة في منظومة الحسابات الميزانية ومنظومة المستخلصات ومنظومة المخازن اليوم نحن متواجدين في فرع الجبل الأخضر لتفعيل وتعميم هذه المنظومات السائلة بذكرها للفترة الأول قمنا بتفعيل منظومات فيها حوالي أقرب تقريبا 14 فرع وليوم متواصلين لتعميم على باقي الفروع وكانت تم تجميع الفروع في فرع القبة وفرع المارج وفرع البطنان وفرع الدرنة في الجبل الأخضر بالإضافة إلى فرع الجبل الأخضر لتعميم منظومات عريم نشكر فرع الجبل الأخضر على الحفوة الاستقبال وعلى التجهيز ومسكين المدير الفرع ورسال المنظفين وأصلاة توفيق ناولام جميع بإن الله بمتاهتم الدور وهم تركيز النقاط المنظومين التركيز عليه في الأمور المالية بحثة متخصص بمنظومة العسابة الميزانية التي ينتج عنها تسهل في استخراج التقارير واستخراج الموزين المراجعة وكذلك منظومة المخازن ما يعرف في المخازن من صادر وارد والمستخلصات متابعة المشروعات والمستخلصات الكتمية والمستخلصات المستمرة هذا تسهل علينا كثير ومناظها كانوا بتتوجه من سيد رئيس مسجدارة في التوجهة الأتمة بطريقة مع المواكبة لتقلية المعلومات السرعة الحاصلة في العالم بإذن الله هذه المنظومات مواكبة لهذه التطورات تسهل الله تنفيه